السلام عليكم ومرحبا بكم في شوام شوات كوزينتنا بالنسبة للفيديو دي اليوم ان شاء الله قد نقترح لكم فيه سندوي الشات بالتجاج لانتمنى انهم يعجبوكم وما تنسوش الى كانت اول مرة تزوروا القناة انكم تشاركوا معي فيها وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد كذلك تزوروني في مواقع التواصل اجتماعي مرحبا بكم وفرجة ممتعة اذا بالنسبة المقادر سنحتاج للتجاج كي بقى بطبيعة الحلالة حسب الحاجة انا عندي هنا جوج دي الصدورة معلقة كبيرة دي العسارة الحامض معلقة صغيرة دي المركز طماطن ملحة والبزار علبة دي الياغورت طبيعي نسو معلقة دي الكامون ومعلقة صغيرة من توابل دي الشاور مالكة تكون خاصة بالتجاج معلقة كبيرة دي السلسلة الصوجة معلقة كبيرة دي الخل غادي نضيف على التجاج اللي مصول وقطع تصوص ميتات كيكونو شو يرقاق إلا بغيتو تديرو الديكرومي اولا كان عندكم متوفر الديكرومي حتى هو يديروه وبطبيعة الحال كميرا غادي تبقى على حسب اللي محتاجي لها كيف ما اذكرت انا عندي هنا جوج دي السدورة بعد ما قطعتهم ضفت عليم هنا هي عاصر دي الحامض ضفت عليم معلقة دي المركز طماطن ملحة بزار على حسب الدوق غادي نضيف نسو معلقة دي الكامون معلقة صغيرة دي التوابل دي الشاورمة والياغورت طبيعي اللي كيكون بالسكر غادي نضيف المعلقة كبيرة دي السلسة السوجة والمعلقة الكبيرة دي الخل اللي كما ملاحظي معي اللي من السم بالحامض او للخل العادي بالنسبة للسلسة دي السوجة بغيتو تديروها بعد مرات ما كان ديرهاش كيف ما بغيتو غادي نخلطو دي مكونات كاملة ونخليوها تثبات ليلة كاملة او لا ربعة تسوي على الاقل هو كل ما تشرب هادك توابل جاج كي يجينا لديد من بعد انا خليتو ليلة كاملة من بعد مني بغيت نوجد هاد لساندويش كندروفوح المقلة غادي نغطي عليه ونخليها يطيب على راح شوغ لنار اللي غادي تكون مهيلة حتى كي يطيب وكي نشوف اذا كانت عندكم واحد شوية دي شحمة دي الكل وكي تبعد ضيفوها او كمعة دجاج كي يعطي هادك ليدام ديالو حتى تعم زوين في هاد لدنت اذا من بعد ما طاب عفوان في هاد جاج اذا من بعد ما طاب الدجاج اضفت في الاخير واحد بصلة اللي كتكون مشن فارقيقة وغادي رجع كل شي فوق النار يبقى يتقلة حتى كي نشوف مزيان من الماء وكي زيدي تحمر الدجاج وكي ياخد واحد اللون اللي كي يكون زوين اه غادي ندي المونتاج دبا ديالساندويش عندي نفس سلصة معلقة كبيرة ديالا موتاقد وحشوية ديال الهريسة والكورنيشون محكوك ممكن انكم ديروا من الكيميات متساوية ديال مايوناز كيتشوب والموتاقد وضيفوا عليهم كورنيشون وعد كدهنو بالخبز كي بقى صلصة لحسب الضوء ديالكم كيف ما شفتوا معايا الخبز بعد ما دهنتوا درت تريفعت ديال ما طيشا مقطعها كم شنفة ضفت فوقها شوية ديال الخص مقطع بعد ما مغسولوا من الشف طبي الحال مقطع حسوية صغير زيتون خدار مقطع دوائر وعدي نضيف الدجاج اللي عندنا طعب ونشوف ومنسوش نزو معي حتى البصلة بالنسبة البصلة انا كنفضل انا ننقليها مع الدجاج هاكو في الاخير الا ما بايشوش ممكن انكم بديرها تريفعت فوق ما طيشا عادي غيروا مني كتتقلم عاديك البصلة كتتطلق واحد شوية وكتعطي الطعم ديالا وكان لويو صندويش كيف ما بغينا ايما نخليو عريض او لها كب الطول غادي نضيرو فمقلا يتحمر من جوية كاملة حساية طابلين الخبز بالنسبة لهذا الخبز انا غير شريته واجد اه بغيتو تحضره فالدارس بقيه اقصر حسايا لكم جوجة ديال وصفات غادي نخلي لكم روابط فصندوق الوصف سهلين فتحضر ديالهم انا غير اليوم ما كانش عندي اه الوقت باش نحضره اذا كشي علاش فضلت اناني نشريهم اذا ندروا الصندويش من الداخل كيف ما كتشوفوا معايا قدمتو معادي في خيط ممكن انكم تجمعوه في بابيه وتتلويه في بابيه ألمينيوم وتديوه معاكم هكا الى كنتو خارجين كيجيزوين والديد نتمنى ان هذا القصير راح يكون الاعجاب ديالكم ودائما ما تنسوش انكم تشاركوا معايا في القناة وبصحة وراحة اشتركوا في القناة